فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين يقول الله تعالى في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارة وهو اللطيف الخبير اللطيف هو اسم من أسماء الله الحسنة ورد سبع مرات في القرآن الكريم ما معنى هذه الكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اسم اللطيف أو معنى اللطيف يدور على أمرين الخفاء والدقة يطلق على الشيء الخفي الذي لا تراه الأبصار أو تبحث عنه بحثاً عميقاً حتى يرى هذا الشيء يسمى لطيف أيضاً يطلق على الشيء الدقيق جداً يعني مثلاً حتى في العلوم مثلاً الذرة كذا كذا هذه الأمور الدقيقة يعني ممكن يطلق عليها أنها أجسام لطيفة هذا الوصف يتناول المعاني ويتناول الأجسام يعني نحن عندنا طبعاً التقسيم المشهور يعني بين الماديات والروحانيات أو اللفظ والمعنى فدائماً يعني الجسم هو الذي يمكن أن تراه أو تلمسه أو بالحواس طبعاً أين هي موجودة؟ يعني لا تستطيع أن تقول لا توجد صفات زميمة طبعاً لكن في مقابلة الفلسفة الإلهية أو ما يسمونه بالإلهيات يعني أبحاث الإلهيات للأسف الشديد المذهب الحسي أو الفلسفة التجريبية التي هي الفلسفة العلمية من قسين التي تتعامل مع المادة هي التي ضغت الآن وأصبحت هي التي تحكم تفكير العلماء وتفكير حتى تفكير الأدباء أو إنتاجهم أو رؤاهم ويقولون ما في الزهن مما ليس في الحس كذب طبعاً يعني هذه الكلمة يبررون بها هذا الاتجاه الذي انحرف عن الله سبحانه وتعالى ومال إلى الإلحاد هذه قضية أخرى لكن هنا اللطف يطلق على هذه المعاني فهو إذن يطلق على ما ليس بمحسوس وفي نفس الوقت يطلق على الأجسام الدقيقة كما قلنا هو خفي لكنه موجود لكنه موجود نعم خفي موجود أين يعني كما قلنا هذه المشاعر كلها أين تضع يدك عليه لا يمكن لأنها ليس سبحانه وتعالى وما أوجده وما أوجده نعم هو أوجده ولفت النظر إليه ونحن نلمسه في حياتنا وأيضاً نفس الحواس أحياناً تعطيه أو تشير إليه بقوة ولكن الإنسان طبعاً نظراً للاعتياد ونظراً للتعود اليومي ينسى هذا أو لا يتوقف أمامه